يعني حتى هذه الساعة يمكن القول بأن الهدوء النسبي يسيطر على كامل الحدود الجنوبية حتى هذه الساعة الطيران الحرب الإسرائيلي أغار على بلدة مروحين وكان فجرا عند الساعة الرابعة تقريبا أغار على بلدة طير حرفة هذه الغارات لم تؤدي حتى هذه الساعة وفق المعلومات إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين وكما شهدنا خلال الأيام الماضية كانت بعض الغارات التي تنفذها الطائرات الحربية على منازل في البلدات الجنوبية تؤدي إلى وقوع بعض الضحايا وبالتحديد في صفوف المدنيين لكن لم نفت حتى هذه الساعة بوقوع إصابات قبل قليل سمعنا صوت قضيفة واحدة خلفنا في هذا السهل الممتد ربما استهدفت منطقة الوزاني خلفنا مباشرة لكن لم يتم تحديد حتى هذه الساعة أين سقطت هذه القضيفة ربما في الوزاني أو قريبة من سهل الخيام أو مرجعيون سينار حتى هذه الساعة حزب الله أعلن عن عملية واحدة استهدف فيها موقع البغدادي مقابل بلدة ميس الجبل في القطاع الأوسط ولم نفد عن أي عمليات أخرى أو إطلاق صواريخ من قبل حزب الله حتى الآن إذن هدوء نسبي على الخط الجنوبي على الحدود الجنوبية لكن هذا لا يعني بأن هذا النهار يمكن أن يكمل على هذا المنوال يوم أمس حزب الله أعلن خلال ساعات ما بعد ظهر عن ثماني عمليات والملفت فيها بأن حزب الله يوم أمس كان يستهدف من ضمن العمليات التي نفدها تجمعات لجنود الاحتلال كان عددها حوالي أربع عمليات استهدفت تجمعات لجنود الاحتلال في مواقع إسرائيلية مختلفة على الحدود هذا عدا عن استهدافه لمواقع عسكرية أيضا متواجدة على طول الخط الأزرق هذه هي أبرز التطورات سينار وهذه هي حصيلة التطورات حتى هذه الساعة إذن حنان عيسى مراسلة الغد من جنوب لبنان شكرا لك